عز الطالب إذا لاحظنا أنه بالنسبة لقائمة التكاليف أو المبنية على أساس أسلوب التحميل المباشر نأخذ فقط التكاليف الإنتاجية المباشرة بالإضافة إلى التكاليف التسويقية المباشرة إذن من اسمها أسلوب تحميل تكاليف مباشر إذن نأخذ فقط التكاليف الإنتاجية المباشرة والتكاليف التسويقية المباشرة التكاليف التسويقية المباشرة نحص عليها من خلال ما هو معطى في السؤال في الفقرة دال حيث أعطاني المواد التسويقية المباشرة بمقدار 150 ألف ريال تظهر في قائمة التكاليف بالإضافة إلى أجور تسويقية مباشرة بمقدار 100 ألف ريال كذلك هو معطى والخدمات التسويقية نحص عليها من خلال المعطيات بمقدار 100 ألف ريال إذن يكون إجمالي التكاليف التسويقية المباشرة 350 ألف ريال ونتمثلها في 150 ألف زائد 100 ألف زائد 100 ألف إذن إجمالي 350 ألف من خلال جمع واحد أو أولا وثانيا نحصل على تكلفة المبيعات طيب عندي التكاليف التسويقية ثانيا كم؟ 350 ألف وأولا كم؟ عندي 2 مليون و100 ألف إذن الإجمالي كم يساوي 2 مليون و450 ألف طيب عزي الطالب ننتقل الآن إلى قائمة نتيجة الأعمال إذن خلصت من قائمة التكاليف وانتقلت الآن إلى قائمة نتيجة الأعمال وفق الأسلوب أنتبه أننا الشغال على التكاليف المباشرة طيب بنفس الترتيب في البداية هيكون عندي الإيرادات الإيرادات كافية يتم احتسابها هيكون عندي كمية المبيعات مضروبة في سعر بيع الوحدة من أن حصلت على كمية المبيعات من خلال المعطيات في السؤال أعطاني كمية المبيعات 70 ألف وحدة وسعر بيع الوحدة الواحدة 140 ريال إذن سوف يكون ناتج الضرب 9 مليون و800 ألف ريال أطرح منها تكلفة المبيعات ليش؟ عشان أحصل على مجمل الربح تكلفة المبيعات أنا منون جبتها من قائمة التكاليف اللي إحنا إيش؟ اشتغلناها قبل شوي كانت عندي 2 مليون و450 ألف ريال إذن سيكون عندي إيش؟ مجمل الربح ويتمثل فيه اللي هو 9 مليون و800 ألف ريال مطروحا منها 2 مليون و450 ألف ريال حيكون مجمل الربح 7 مليون و350 ألف ريال طيب مجمل الربح هذا يطرح منه الآتي حنتطرح منه الفقرات الآتي اللي بنون الأحمر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نشوف على واحدة واحدة أولا أعباء إنتاجية غير مباشرة متغيرة تمام إيش هي؟ اللي هي مواد إنتاجية غير مباشرة أجور إنتاجية غير مباشرة وخدمات إنتاجية غير مباشرة إذا لاحظت عز الطالب أنه أنا استبعت الأعباء الإنتاجية غير مباشرة متغيرة من قائمة نتيجة الأعمال وليس من قائمة التكاليف ليش؟ لأنه أنا بس في هذه الطريقة عند إعداد قائمة التكاليف تكون عندي التكاليف المباشرة وبالتالي يتم اعتبار بقية التكاليف غير مباشرة أعباء يتم استبعادها من الفترة نتيجة الأعمال الفترة الزمنية فحيكون عندي الأعباء الانتاجة غير مباشرة المتغيرة إجماليها 750 ألف ريال من وين حصلت على الأعباء هذه؟ أيضا من خلال السؤال معطاة في السؤال هذه موجودة عندي 750 ألف ريال وبتفاصيلها يتم إدراجها في قائمة نتيجة الأعمال كذلك الأعباء الانتاجية غير المباشرة الثابتة هتكون عندي بمقدار مليون وخمسمائة ألف ريال من وين حصلت عليها؟ من خلال ما هو معطاة في السؤال مليون وخمسمائة ألف ريال ثالثا الأعباء التسويقية غير المباشرة المتغيرة من وين نحصل عليها؟ أيضا من خلال معطيات في السؤال كانت كالتالي مواد غير مباشرة أجور تسويقية غير مباشرة وخدمات تسويقية غير مباشرة من وين حصلت عليها؟ من هنا معطيات السؤال ويمثل إجماليها هون مائتين وعشرة ألف ريال طيب الفقرة الرابعة التي سوف يتم استبعادها أو تطرح من مجمل الربح وهي الأعباء التسويقية غير المباشرة الثابتة وين الأعباء التسويقية المباشرة الثابتة؟ أها موجودة عندي حصلت عليها من معطيات السؤال أربعمية وتسعين ألف ريال إذن تظهر في قائمة نتيجة الأعمال بمقدار أربعمية وتسعين ألف ريال البند الأخير الذي سوف يتم استبعاده من مجمل الربح للحصول على صاف الربح وهو أعباء إدارية وتمويلية كذلك يتم الحصول عليه من معطيات السؤال ويكون بمقدار 2 مليون ريال إذا لاحظت عز الطالب أن البنود التي سوف يتم استبعادها من قائمة نتيجة الأعمال هي الأعباء الإنتاجية غير المباشرة المتغيرة والثابتة بالإضافة للأعباء التسويقية غير المباشرة المتغيرة والثابتة قائمة التكاليف إذن نرجع إلى موضوعنا ونشوف إيش إجمالي الأعباء يعني اللي هي مجموع البنود واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة اللي بنون الأحمر اللي هي هذه بالإضافة 750 ألف زائدا مليون وخمسمية زائدا 210 ألف زائدا 490 ألف زائدا 2 مليون إجمالي هما يساوي 4 مليون 950 ألف إذن لاحظنا أني أنا وضعت الرقم هذا بين قوسين وكان باللون الأحمر طبعا في الاختبار ليس شرط باللون الأحمر بأي لون ولكن محاسبيا باللون الأحمر يطرح هذا المبلغ وذلك للإضافة بأنه يتم استبعاده أو طرحه إذن حيكون عندي مجمل الربح مطروحا منه إجمالي الأعباء إذن حنقول شوفها وين مجمل الربح هذا هو مجمل الربح 7 مليون و350 ألف أطرح منه 4 مليون و950 ألف إذن حيكون عندي صافي الربح يتمثل في 2 مليون و400 ألف ريال إذن نخلص في النهاية إلى أن أسلوب التكاليف المباشرة عندما يتم إعداد قائمة التكاليف فإنه يتم إدراج التكاليف الإنتاجية المباشرة فقط بالإضافة إلى التكاليف التسويقية المباشرة فقط طيب نيجل قائمة نتيجة الأعمال قائمة نتيجة الأعمال مثل أي قائمة ولكن يتم استبعاد التكاليف الإنتاجية من مجمل الربح للحصول على صافي الربح التكاليف الآن